بعض المباريات الودية اللي بيستعد بيها بعض الفرق اللي موجودة عالميا طبعا بالأخص هنتكلم على ليفر بول لكن نروح لبعض الأخبار سريعا اللي هتبقى موجودة معنا بعدها نروح ونشوف ونتابع آخر اللقاءات طيب قبل ما نبدأ بالأخبار تعالوا نروح ونطير إلى أسبانيا علشان يكون معنا مدخلة مع واحد من الصحفيين التقال جدا في جريدة مارك عشان نسأله على أخبار الدوري الأسباني Loncastro Mr. Southwest répétado مرحل narrow Mr. σας أنتенняك إن رائعا yes the pleasure is fine and I hope we ...not the last time yes of course thank you so much Mr.KK I want to know from you how it will be the Leila Liga after Ronaldo's transfer to event is what do you think Well wahana glad it has now and inferior position في مقابل لعبارسلنا ومن ستبقى المنطقة ذلك في بعض الانتقائق وعلى مختلفة في أساس وخارج المشاعة ومن ستبقى مجرمي لبعض الاجتماعي ومقرار اتمنى بشريعي ومن السيارة لا ينزل أزواج أي عمل لطرق الرقم هنا الناس بالتريف لحالك بالتوقع في المنطقة المنطقة لأنه لا يوجد موضوع من فريستيانا سوف أستطيع التصور للعظمات وسأعود لكم طبعا سألت في البداية كيف يكون الدوري الأسباني بعد الرحيل رونالدو إلى اليوفنتس قال لجمهور المدريد أكيد الأن جدا لا يوجد أي تعاقد قوي تم رونالدو انتقل اليوفنتس أتلاتكم مدريد حافظ على وجود جريزمان ومشرونا عمل بعض التعاقدات القوية مسيخوان لنا رأينا بعض الراحلات عن لوكا مودريتش كان يتعالي إلى ميلان لا 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 سيكون في ريال مدريد نعم لا 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 هو أحد من المدينة في ريال لذا لا يمكنه ريال أن يتركه إلى إنتر ميلان وليس لا أعتقد أنه سمعنا بعض الأخبار التي تقول أن لوكا مدريدش يمكن أن ينتقل إلى إنتر ميلان قال لي لا طبعا موضوع صعب جدا بعد كمان رحيله الموضوع أعتقد أن مدريدش سيكون موجود بقوة في ريال مدريد مستخدرة على إنتر مدريد بقوة ليس بقوة لي لا لا هذا مجمونات لا ليس حقا لا لا حقا لذا جميعا أنه يقسه مالك من الزحيم كان يقسه من الزحر قبل بقوة لأجنس لذلك فهي الكتف لكي تعتبر فهو بارسلون اخهوتي بفيدال وفير منه لا مستطول جيدا نعم عيد ذلك والأطورو بدافت المنصر على المنشط المال فهو جيد لكي يكون لديه اكتش بجد المسائل لبارسلون وكي أشعر بفير البدا مستقبل مسيخوان كيف يوجد فيك تعتبر فيروس وهو بخير جيد لكي تعتبر فرسلون سألت طبعا على هل في نية برشلونة أنهم اتعاقتوا مع بوكبا؟ قال لي لا الموضوع صعب سألت على طب هل فيدال بقى قريب برشلونة؟ قال لي خلاص أعتقد أنه نوقع طالب هل يمكن أن يكون مفيد برشلونة؟ قال لي لعب قوى، لعب مقاتل، وأنه سيضيف نقاط قوى جداً له فيقر برشلونة أعتقد أنه يمكنك القرابة عن رونالدو بعد ما قادل رونالدو إلى جنفة يوفينتس، فلين هل رونالدو ستكون موافر بسفاق متى لفها؟ أعتقد أنه يمكنك القرابة عن السبب أولا مرة أخرى لكنه يسعى 3 عام. لذلك يقولون أنه يمكنك فعله فقط 2 عاما. نعم، فقط 2 عاما. نعم، بالتأكيد. ولكنه يسعى فقط 3 عاما. فقط هو منزل. نعم، بالطبع. نعم، لذلك لا أعتقد أنه من المعرفة. لذلك يمكنك فعله فقط 2 عاما. سألت على رأيه في انتقال رونالدو ليوفنتس. وإيه اللي ممكن يقدمه رونالدو للدوري الإيطالي وليفري يوفنتس؟ قال لي طبعاً رونالدو ممكن يقدم كمان سنتين. ويبقى في الطوب فورم بتاعته. لكنه متوقع طبعاً أن رونالدو بالمستوى البدني ده يقدم بشكل رائع جداً في الدوري الإيطالي. فلمستر أخوان كاسرو، شكراً لكاً على موقعك. ومن بالطبع أنه ليس لحظة الأخيرة في الأهل تيفي معنا. شكراً لكاً. بأمور الموقع يمكنكم أن يكون لديه المعرفة لكاية جدائية في أفريكا. أعتقد أن أموركم في تايرا. شكراً لكاً. طبعا كان معنا أخوان كاسرو صحفي بجريدة ماركة واحد من الصحفين الطوال جدا اللي موجودين في أسبانيا وده كان حديث صغير كده سألنا فيه رأيه على الدوري إيطالي وعلى الدوري الأسباني وعلى رونالد وعلى بجو وآخر الإشعاعات اللي موجودة فيه ألوسط أرياض نروح بسرعة